الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في هذه الآية مدح من الله سبحانه وتعالى لأوليائه لأحبابه للمتقين الصالحين وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه في هذه الآيات يخبرنا الله تعالى أنه راض عن المتقين أنه راض عن الصالحين فالذين أحبهم الله ورضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم يجب على المكلفين أن يحبوهم فهؤلاء أحباب الله ولا يسع المسلم أن يكره من أحبهم الله لا يسع المسلم أن يبغض من أحبه الله ومن الواجبات القلبية محبة الصالحين والصحابة والآل هذا من جملة الواجبات القلبية الصالحين جمع صالح والصالح هو المسلم الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فلا يكون في غير المسلمين صالحا يعني لا يقال عن الكافر الذي يحسن إلى الناس ويخدم الفقراء ويطعم الأيتام ويغيس الملهوف لكنه من الكافرين هذا الفاعل فلا يقال عنه من الصالحين الكافر لو أطعم الجياع لو أطعم الجياع وأنقذ المضطر لا يقال عنه صالح إنما بهذا العمل الله يجازيه في الدنيا يعطيه الصحة العافية المال يرزقه رزقا حلالا واسعا فهذا الكافر على إحسانه للناس الله يجازيه على ذلك في الدنيا أما في الآخرة ليس له سواب ليس له حسنة لماذا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنْ هذا الشرط وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ليش هد الكافر مأل سواب في الآخرة وليس له أجر عند الله ولا يدخل الجنة ولا يرحمه الله في الآخرة لأن الله قال في القرآن الكريم انتبهوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الشرط الأساس هو الإيمان فهذا الكافر لم يؤمن بالله ورسوله بقي على الكفر لكنه أحسن إلى الناس وبذل هذا المال للفقراء وأطعم المضطر والمنكوب والمهجر والمشرد الله يكافئه ويجازيه على ذلك أين؟ في الدنيا ليس بالثواب والأجر والجنة لا فإذن الصالحين جمع صالح وأول شرط للصلاح هو الإسلام شو الدليل الآيات التي ذكرنا وهناك أدلة كثيرة منها قال الله عز وجل في القرآن الكريم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا لحظتم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ الإيمان أولاً الإيمان هو الأساس هو الشرط إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فالاستقامة والتقوى والصلاح متى يكون بعد الإيمان ليس مع الكفر وليس على الكفر لا مع الإيمان وعلى الإيمان هكذا يكون الصلاح وهكذا تكون التقوى مع الإيمان إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ورَوَى ابْنُ حِبَّان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قُل آمنت بالله ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْ آمنت بالله أي وما يتبع ذلك من أمور الإيمان ثُمَّ اسْتَقِمْ فإذا شرط الصلاح شرط التقوى ما هو الإيمان الإسلام لذلك يا إخواني ينبغي أن نعرف من هو الصالح شرطه الأول الإسلام الصالحين جمع صالح والصالح هو المسلم الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات فإن مات على الصلاح كان من الفائزين لا يلقى شيئا من العذاب ولا النكد لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار بل يدخل الجنة بلا سابق عذاب لأنه مات على الصلاح مات على التقوى فمن مات على الصلاح كان ناجيا آمنا لا يصيبه أدنى عذاب أدنى عذاب لا يصيبه فإن زاد على هذا الحد شرطا آخر وهو الإكثار من نوافل الطاعات ولو من نوع واحد من أنواع النوافل صار وليا لله عز وجل وفي كثير من الأحوال من صار صالحا يدخل في الولاية إلا من تراجع عادة لما يصل الإنسان إلى الصلاح عند ذلك يجد لزة في العبادات فيتشوق فيعمل أكثر فيزداد فيصل إلى الولاية إلا من لم تكتب له إلا المحروم الذي يتراجع عن التقوى يتراجع عن الصلاح فينقلب على عقبيه إلى الفسق إلى الفجور إلى ترك الواجبات إلى ارتكاب المحرمات هذا في تراجعه ما عاد صالحا واضح؟ أنتين بيكون صالح إن أدى الواجبات واجتنب المحرمات إذن قلنا من الواجبات القلبية محبة الصالحين فلو كان مثلا أحد الناس يأكل الربا كان تاركا للصلاة كان شاربا للخمر كان زانيا هذا لا يقال عنه من الصالحين لو كان بيشوف الإنسان الضرير بالشارع بيحمله وبيوصله على بيته مش بس بياخدله بإيده مش بس بأطعو الطريق والشارع لو حمله على ظهره وعلى رقبته وأوصله إلى بيته هذا عمل منيح ما بنقول له ما تعمل هيك لا منيح هذا العمل لكن تارك للصلاة كان تاركا للصلاة كان آكلا للربا شاربا للخمر زانيا هذا ما اسمه صالح عمل عمل منيح بخدمة هالأعمى له ثواب مسلم بس ما بيكون صار من الصالحين صارت القواعد عندكن أمتين بتقولوا عن مصالح إن أدى الواجبات واجتنب المحرمات بغير هذا الشرط لا يكونوا صالحا واحدة امرأة ابنها مغرأة بالمال وبالهدايا وبالأكل والشرب واللبس وعط طلعوا على الفوت بيعبيلها جيبتها مال بس ابنها ما بيصلي الخمس لا يصلي الخمس ما بتقول ابني من الصالحين لا ابنك منه من الصالحين ابنك من الفاسقين ابنك عم بيعمل منيح معك منيح ابنك عم بيخدمك عم بيصرف عليك منيح بس بمجرد هالعمل لحاله ما بيكون صار من الصالحين تارك للصلاة كان تاركا للصلاة كان مرتكبا للموبقات لم يتعلم الفرض العيني من علم الدين هذا ما بيكون صار من الصالحين فما بتروح تعمله دعاية بالمجالس وبتروجله وبتصوّقله بالمجالس ابني من الصالحين ابني من الأدقياء لا اعرفي حالك شو عم تحكي مجرد عم بيلك جيبتك ما صار من الصالحين الأدقياء أين تين بيكونوا من الصالحين الأدقياء إن تعلم الفرض العيني وأدى الواجبات واجتنب المحرمات واضح؟ مش لأنه انت هذا صاحبك وفي معرفة قديمة وبتروح انت وياه على العمرة وعى الحضرات وعى الزوايا والتكايا والموالد وبيصوم النفل ويقوم الليل بس بعده ما خلص الفرض العيني ما بيحافظ على الفرائض يرتكب بعض الكبائر ما بتقول هذا من الصالحين كيف؟ بناءً على شو عم بتقول عنه من الصالحين مجرد إنه بيزور المقامات بناءً على شو عم بتقول عنه من الصالحين أخذ الطريقة بناءً على شو عم بتقول عنه من الصالحين كل شهرين بيعمل عمرة ويرجع ليست هذه علامة التقوى والصلاح علامة التقوى والصلاح شرط تكلمنا فيه وكلكم يعرفه ويحفظه أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات الطريقة ليست واجبة مستحبة إذا كانت صحيحة واللي أحدث أهل علم فهي حسن مستحب في الشريعة بس منا فرض هل أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كان عندهم طريقة لا طريقة على معنى الأوراد والشيخ والتسليك لا هذه الطريقة متى حدثت في القرن السادس الهجري يعني المسلمين قبل هذا الوقت ما كان عندهم لا الطريقة القادرية ولا الرفاعية ولا النقشبندية ولا البدوية ولا غير ذلك من الطرق إنما كل هذه الطرق وما تفرع عنها في القرن السادس الهجري وما بعده وعلى فكرة بعض الطرق هي أصل أساس ومنها تفرع نحو أربعين طريقة بس هيد من فرض العلماء ماذا قالوا؟ من قال بفرضية ووجوب الطريقة يعني الرفاعية القادرية النقشبندية البدوية الجشتية السمانية أو غيرها من قال بفرضية هذه الطريقة فهو كافر شو إخدين بالمختصر؟ أو إيجاب ما لم يجب إجماعاً هذا أوجب شيئاً لا يجب بالإجماع منه واجب بالإجماع هل يليق أن تكون هذه فرض وكل المسلمين قبل القرن السادس الهجري والصحابة معهم ما كانت عندهم ولا اشتغلوا فيها هل يليق أن تكون واجباً قد ضيعه هؤلاء؟ لا ما بيمشي هذا غيره مقبول هذا اللي جاي هل عن بيقول الطريقة فرض جايب دين جديد كل المسلمين قبل القرن السادس عزعم جهال تركوا واجباً هل هذا يقبله عاقل؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هل أول تلاتمائة سنة هن أفضل المسلمين من حيث الإجمال أما إذا أجى بعد القرون الثلاثة واحد كان من الصالحين الأطقياء وواحد بزمن السلف منه تقي ومنه صالح هذا التقي في عصرنا الآن أفضل ممن كان في زمن السلف ولم يكن تقياً صالحاً واضح؟ العبر بشو بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا الذي يقول بإيجاب وفرضية الطريقة جاء بدين جديد فإذا مجرد أنه رفيئك وصاحبك إخذ ثلاث طرق وإخذ عشرين طريقة لم يكن ولا يكون بمجرد ذلك صالحاً تقياً بيكون تقي صالح بأنه يتعلم الفرض العيني ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات خلص هذه قواعد بعد ذلك شو ما عمل؟ ما بيكون تقي ولا صالح إن كان مضيعاً لهذه القواعد التي شرحناها يتعلم الفرض العيني يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات عرفنا من هو الصالح؟ إذن هذا صالح الصالحين جمع صالح ومحبة الصالحين من حيث الجملة والإجمال واجبة ليه؟ لأنهم ماذا قلنا في البداية أحباب الله أحباب الله نحن ألا نحب من يحبهم الله؟ بلى إذن من الواجبات القلبية محبة الصالحين محبة الصالحين والصحابة من هم الصحابة؟ جمع صحابي والصحابي هو المسلم الذي اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم على طريق العادة اجتمع بالرسول على طريق العادة ومات مسلماً ومات مسلماً هذا بيكون اسمه صحابي من حيث الإجمال من حيث الإجمال محبة الصحابة أيضاً واجبة مش ذكرنا لأيه بأول المجلس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إن كان الله راضياً عنهم كيف لا نحبهم؟ هذا من حيث الإجمال واضح؟ ثم انتبهوا معي لماذا قال العلماء واجتمع بالرسول على طريق العادة على سبيل العادة؟ لأنه إذا واحد هلا شايف الرسول مثلاً بالمنام هذا ما بيكون صحابي أو حتى بعض العلماء شو بيقولوا؟ الأنبياء الذين اجتمعوا بالرسول ليلة المعراج ليسوا صحابة لأنه الشي اللي حصل تلك الليلة هذا على طريق العادة أم على طريق خرق العادة؟ طريق خرق العادة واضح؟ يعني خرجوا من قبورهم كانوا ميتوا معظم وخرجوا من قبورهم وجاءوا إلى الأقصى واجتمعوا بالرسول روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى جمع لي الأنبياء فقدمني جبريل فأممتهم طيب هول الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام التقوا بالرسول في المعراج بطريق خرق العادة هل صاروا صحابة؟ لا إذن شفتوا ليش بيقولوا العلماء على طريق العادة يعني كان هذا الإنسان رجال أو مرى كبير أو صغير بزمن الرسول اجتمعوا بالرسول شايفوا الرسول وكان هذا الشخص لما اجتمع بالرسول هذا الشخص كان على الإسلام ثم هذا الإنسان مات مسلما هذا يقال له صحابي وما شرط حتى ليكون صحابي يكون صاحب الرسول ثلاث سنين لا ما شرط ولا شرط يكون صاحبه ثلاثة أشهر لا كان فيه مسلمين يجوا من بلاد بعيدة يبيعوا الرسول ويرجعوا وفيه منهم يمكن شايفوه بحجة الوداع لكن صاروا صحابه واضح؟ يعني منه شرط ليصير صحابيا أن يكون خالطه وعاشره وبقي معه لا شهر ولا شهرين ولا ثلاث سنين هذا منه شرط ليكون صحابيا واضح؟ حتى الصغار الذين رأوا الرسول واجتمعوا بالرسول صاروا صحابه صاروا صحابه فإذن هؤلاء أيضا محبتهم من حيث الإجمال واجبة شو بعد في عنا؟ والآل ألسنا قلنا محبة الصالحين والصحابة والآل من الواجبات القلبية؟ طيب من هم الآل هنا في هذا المعرض في هذا الموضع هم أقرباء الرسول من المؤمنين طيب يأتي مثلا واحد يسألك يقول لك أبو لهب عم الرسول تقول له لا أبو لهب لا يدخل في هذا ومن كان قريبا للرسول ولم يؤمن لا يدخل في هذا هذا لا يكون في الآل الذين تجب محبتهم وليس له هذا الحكم هذا من مؤمن أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم مات على الكفر وحارب الرسول وآذى الرسول وعاد الرسول وكذب الرسول ونزلت في زمه سورة كاملة في القرآن سورة كاملة نزلت في زمه فلما بنقول آل الرسول يعني المؤمنين من أقرباء الرسول واضح؟ يعني مثلا اللي هن مثلا عم الرسول العباس العباس أسلم عم الرسول حمزة أسلم أولاد عم الرسول يعني مثل جعفر وعقيل وعلي أولاد عمه للرسول واضح؟ طيب كمان يدخل بمين بالآل زوجات الرسول زوجات الرسول يدخلن في معنى الآل فتجب محبتهن أيضا والقرآن مدحهن وأسنى عليهن ماذا قال ربنا في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أي مدح هذا؟ ما معنى وأزواجه أمهاتهم في التعظيم والاحترام في التعظيم والاحترام مش معناته بيقدر يصافحها إن لم تكن محرما له لا مش معناته بيختلي معها مش معناته بتكشف قدامه لا إنما أمهات المؤمنين بمعنى شو؟ الحرمة والتعظيم والتقدير لأنهن زوجات الرسول ولهن أحكام خاصة ولهن أحكام خاصة يعني من هذه الأحكام أن الرسول إذا طلق امرأة لا يجوز لغيره أن يتزوجها بعده والتي مات عنها الرسول كمين ما بيقدر حدا غيره يتزوجها إنهم أحكام خاصة واضح؟ فإذن زوجات الرسول من آل الرسول فلما بيجي واحد بيقولكم شو معنية الإي؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا في علي وفاطمة والحسن والحسين ويدخل في معنى الآل من زوجات الرسول شو الدليل؟ شو الدليل؟ أليس الله أخبرنا عن قول الملائكة لسارة سارة مين بتكون بالنسبة لإبراهيم؟ زوجته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذا قول الملائكة لسارة قول الملائكة لسارة فزوجة الرجل من أهل بيته واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهن بالجنة التسع اللواتي توفي عنهن مبشرات بالجنة فالحاصل محبة الصالحين والصحابة والآل هذا من الواجبات القلبية لكن انتبهوا معي لا يجب على المؤمن أنه يعد يستحضر يمرق على قلبه صورة كل ولي أو اسم كل ولي أو صالح أو من هو من الآل أو الصحابة ويستحضرهم واحد واحد ويقول هذا واجب لا شو قلنا بالإجمال من حيث الإجمال واضح؟ لأن هذا الذي يعني يقوله أو يزعمه أن كل شخص بعينه يستحضره يحبه هذا لم يقوله عالم معتبر هذا ما فينا عليه مين مننا بيقدر يستحضر كل الصحابة؟ مين مننا بيقدر يستحضر كل الآل؟ مين مننا بيقدر يستحضر كل الصالحين؟ واضح؟ هذا منه واجب؟ نعد نستحضرهم واحد واحد إن كان بالصور أو بالأسماء هذا لا يجب هذا لم يقل به عاقل إنما شو هو الواجب؟ قلنا بالإجمال محبتهم واجبة وبغضهم وسبهم جملة كفر وخروج من الإسلام يعني اللي بيسب كل الصحابة هذا كفر خارج من الإسلام اللي بيسب كل الآل هذا كافر خارج من الإسلام اللي بيسب كل الصالحين هذا كافر خارج من الإسلام هذا صار معاندا للقرآن معاندا للدين معاندا واضح يعني كأنه يقول لأنهم أحباب الله لأنهم أقرباء الرسول أنا أبغضهم صار كيفر بالله واضح إذن سبهم سبهم جملة أو بغضهم جملة خروج من الإسلام ثم إن سب بعضهم واحد بعينه بما يكذب الدين يكون هذا السب أيضا كفرا وخروجا من الإسلام يكون هذا السب يكون خروجا من الإسلام مثل شو إذا واحد قال مثلا أبو بكر لم يكن صاحبا لرسول الله هل عم بيقول أبو بكر هل هو سب كل الصحابة طيب ليش بهالحال بيكفر لأن أبا بكر القرآن نص على صحبته فبيكون طعن في أبي بكر وسبه في هذه القضية كفر ليش لأنها تكذيب للقرآن مش رب العالمين يقول إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فلما يقول أبو بكر ليس صاحبا لرسول الله أليس صار مكذبا للقرآن فبيكون هذا كفر أو انتبهوا في حال تاني بيعرف أن الأمة أجمعت على التقوى وصلاح وفضل هؤلاء الخلفاء الأربع الأجلاء أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا بيعرف أن الأمة أجمعت على فضلهم وعظيم قدرهم وعلو مرتبتهم بيجعي من بعد ما عرف أن هذا إجماع الأمة بيقول عمر لم يكن تقيا صالحا عمر فاسق عمر ظالم عمر خبيس هلا ما في أي بتقول عمر عادل ما في أي بتقول عمر صالح لكن هون شتمه لعمر بشيء يكذب الإجماع يكذب شو إجماع الأمة وهو يعرف أن الأمة أجمعت على عدل وفضل وتقوى وصلاح عمر فصار بسبه هذا مكذبا للأمة مضللا للأمة خارقا للإجماع لأنه تضليل أمة محمد شو كفر كيف الأمة تجمع على فضل وتقوى وصلاح إنسان فاسق ظالم خبيث حاشة الأمة لا تجمع على ضلالة فمن نسب الأمة إلى الضلالة شو بيكون كافر بالماضي ذكرت لكم قول وقلت لكم لو تحفظوا مهم بعيدوا باختصار قلنا وقتها إنه عدد من الحفاظ والعلماء والفقهاء منهم ابن حجر الهيتمي منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني منهم الحافظ النووي منهم ابن دقيق العيد منهم مل علي القار منهم الصيوط شو بيقوله من قال قولا يتوصل به إلى تضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره شفتم ما أحليها هيدا فلما بيجي واحد بيضل الأمة محمد بيعرف أنهم أجمع على فضل وتقوى وصلاح عمر بيقول هذا خبيث هذا فاسق هذا ظالم هذا شو بيكون عم بيعمل ينس بالأمة إلى الضلالة أنهم أجمعوا على ضلالة فبهذا الشتم يكون كافرا شفتوا كيف طيب مثال آخر إجا واحد قال مريم بنت عمران ليست تقية هذا كافر لأنه كذب القرآن إذا إجا قال مريم بنت عمران زانية هذا كافر لأنه كذب القرآن قال مريم بنت عمران فاسقة قال مريم بنت عمران ليست صالحة هذا كافر كذب الله كذب الرسول وكذب الإجماع وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك كمل واصطفاك على نساء العالمين هل هذا الاصطفاء العظيم المبارك يكون لفاسقة لزانية لخبيثة حاشة وكل فاللي بيقول عنها زانية أو فاسقة أو ليست تقية شو بيكون صار مكذبا للقرآن صار مكذبا لرب العالمين شفته سبها مريم منها نبي مريم ليست نبيا مع ذلك سبها بشيء يعارض القرآن سبها مسبة تكذب القرآن بهذه المسبة صار هو من الكافرين واضح الكلام إذن اعرفنا ما يتعلق بمحبة الأولياء الصالحين والصحابة والآل وقلنا بغضهم من حيث الإجمال مسبتهم من حيث الإجمال كفر وخروج من الإسلام أو سب واحدا منهم بما يؤدي إلى تكذيب الدين على النحو الذي شرحناه الآن مسبة مريم بهذه الألفاظ تكذيب للدين والقرآن طيب إذا واحد سألك طيب في سبتين بيكون معصي حرام لكن دون الكفر نعم الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه أعطى مثالا عن ذلك مرة كأن قال مريم أكوله كسوله هذا الكلام من مكذب للأي اللي شرحناها لأنه ما قال عنها فاسقة ولا قال عنها زانية ولا قال عنها ليست صالحة أو خبيثة ما قال إنما بشو عم يتهمها بكسرة الأكل بكسرة الركون إلى الراحة ها قال الشيخ في مثل هذا عليه زنب من الكبائر لكن لا يكفر عليه زنب من الكبائر لكن لا يكفر أما في السب الأول ما كان من نوع السب الأول يكون مكذبا للآيات التي وردت في مدحي مريم في مدحي مريم فيكون مكذبا للقرآن فبذلك يخرج من الإسلام لهون واضح الكلام والمسائل طيب لوين بدنا نوصل بعد هذه المقدمة بعد الآيات التي ذكرناها بد إياكم تنتبهوا وتكونوا حزيرين من شياطين الفيسبوك وعفريت وعفريت الفضائيات ودجاجلت المواقع من عفريت العصر التي كل مرة يتناول واحد من الصحابة الصالحين الأولياء الأجلاء الأئمة ويقدحون ويطعنون ويذمون بغير دليل ولا برهان بل بما هو خلاف الواقع وما هو خلاف مدح الأتقياء والعلماء لهذا الرجل يعني مثلا لما بتسمعوا واحد بيطلع بسب عمر والعياذ بالله أو أبو بكر أو عثمان أو السيدة عائشة اعرفوا أنه خبيث ملعون أنه شيطان هؤلاء الله مدحهم الله أسنى عليهم رضي الله عنهم ورضوا إن كان إن كان الله راضيا عنهم هذا الخبيث الملعون ماذا يريد منهم إن كان الله راضيا عنهم هذا الشيطان العفريت ماذا يريد منهم فإذا رأيتم أو سمعتم إنسانا يسب عثمان ابن عفان تقول لي في حدا يسب عثمان اكتار في حدا يسب أبو بكر اكتار في حدا يسب عمر اكتار في حدا يسب علي اكتار في حدن بسبع عائشة كتار يعني هون ببيروت عندنا واحد في الطريق الجديدة عندنا شريط بصوته يقول عثمان ابن عفان قال انتبه هذا كذب هذا افتراء على عثمان يقول عثمان ابن عفان قال لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا يعني من سماع القرآن عزعمه شو بيرجع بفسر هذا الجيه الهون ببيروت يقول مما لو طهرت يقول من الشرك والتوكل على غير الله عثمان ابن عفان هذا الرجل العظيم المبارك عثمان ابن عفان الذي ورد في مدحه آيات وأحاديث آيات وأحاديث شيء انت بتدعي انك سني بتقول عن عثمان قلبه لم يطهر من الشرك ومن التوكل على غير الله والشريط عندنا والشريط عندنا ويومها رددنا عليه على المنابر وأنا اتصلت به كلمته والتسجيل عندي ودعوناه للمناظرة هذا هنا يدعي انه شيخ وعلامة ومحدث وأتباعه يرونه على زعمهم عالم العلماء هذا هون ببيروت شوفوا ما الاتهام لسيدنا عثمان لو كان سيدنا عثمان قلبه لم يطهر من الشرك كيف بيزوجه الرسول بنتيه من بعد ما تموت الأولى يزوجه الثانية وتموت الثانية فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة زوجناها عثمان عثمان الذي قال فيه الرسول إن الملائكة تستحي منه عثمان الذي قال فيه الرسول اللهم إني راض عن عثمان فرضى عنه عثمان الذي قال فيه الرسول وهو نازل عن المنبر ما على عثمان ما أقبل أو أدبر بعد اليوم عثمان الذي قال فيه الرسول عثمان بن عفان في الجنة انظروا مثل هذا الخبيث يطعم في عثمان وبعض الناس يطعنون في السيدة عائشة فيتهمونها بالزنا يقولون عنها زانية هؤلاء ردوا عليهم بقول الله عز وجل في تبرئة السيدة عائشة وصفوان ابن المعطل رضي الله عنه وعن السيدة عائشة الله يقول في عائشة وصفوان أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ بعض العلماء بقول ستة عشر آية وبعضهم يقول أكثر في سورة النور وفي سورة الأحزاب ببراءة السيدة عائشة فالهدى الملعون هذا المنحط السافل الماجن الصاقط الذي يتهم السيدة عائشة بالزنا فليعرف هذا الخبيث أن الله طهرها وبراءها ولو كانت زانية هل ثبت في التاريخ أن الرسول أقام عليها حد الزنا إذن كيف تركها الرسول من غير أن يقيم عليها حد الزنا أم تزعمون أن الرسول خائن أم تزعمون أن الرسول متلاعب بالدين لأن زوجته ستر عليها على زعمكم شفته ردوا عليهم هيك يعني أولولهم أنتم أيها الحمقى بقولكم الأخرق كوجوهكم بقولكم هذا تتهمون الرسول بالخيانة لأنه ما أقام عليها حد الزنا بعدين إذا كان القرآن براءها والرسول براءها ولم يقم عليها حد الزنا أنتم كيف عرفتم أنها زانية؟ أنتم أعلم من الله بزعمكم؟ إذن أنتم الشياطين أنتم العفاريت أنتم المنافقين واضح؟ إذن القرآن براءها القرآن براءها وهذا الخبيث الدكتور عدنان إبراهيم يقول عنها لا نضمن لها أنها لن تدخل النار شو هده؟ قال نحن ما فينا نقول أنه هي حتفوت على الجنة وما حتفوت على النار ثم يتهمها بالكفر يقول عائشة كانت تعتقد أن الله في الليل لا يراه يعني على زعمه بينصب لعائشة أنها كانت تعتقد أن الله في الليل يصير أعمى وجاهل لأن الأعمى جاهل بما حوله شوفوا هذا يدعي أنه دكتور في مواقع التواصل والفضائيات وانظروا ماذا يقول في أم المؤمنين السيدة عائشة وكذلك الذين حملوا حملة مسعورة على الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه البخاري أمير المؤمنين في الحديث البخاري رضي الله عنه وأرضاه كان آية آية في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد إمام ثقة عدل واحد من زمن البخاري إلى اليوم قال إن البخاري يتعمد الكذب ما فيه نعم في البخاري بعض الأحاديث بيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني إنه بعض الحفاظ بعض الحفاظ ضعف ضعف وهون بيكونوا عن بيحكوا عن عدد قليل جدا وبتعرفوا شروط الصحة والحسن والتضعيف عند الحفاظ يختلف من حافظ يختلف من حافظ إلى حافظ بعضهم يتشدد في الشروط وبعضهم يكون أسهل وبعضهم أشد فكون إنه بعض الحفاظ ضعف عدداً قليلاً من أحاديث البخاري وهذا موجود البخاري منه ملك ومنه نبي عرفته؟ فأما أنه يجي وحد يقول عنه كذاب يقول عنه وضاع يقول عنه عامل دين عسابه وكان يلفق الأحاديث ويركب الأحاديث وعم بيعمل دين ليأيد فيه المجوس لأنه هو مكان من العرب في الأصل فلعنة الله لعنات متتاليات على من يقول ذلك لعنات الله تترى على من يقول ذلك على الإمام البخاري ويفتر على الإمام البخاري وشياطين اليوم أيضاً كشروا وكشفوا عن أنيابهم في حربهم وبغضهم على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأبو هريرة صحابي جليل كريم الرسول دعا له الرسول دعا له أن يحفظ ما يسمعه من الرسول كان الرسول مرة في مجلس فقال من منكم يبسط رداءه فبسط أبو هريرة رداءه فعمل شيئاً الرسول ودعا ثم قال جمعه خزه فصار أبو هريرة كل ما يسمعه من الرسول يحفظه ولا ينساه بإذن الله مش الرسول له معجزات ليش بيقبلوا لما نقول الرسول دعا لعلي اللهم قهي حر الصيف وبرد الشتاء بيقبلوا فيها ولما نقول دعا لأبي هريرة أن يحفظ ولا ينسى لماذا لا يقبلون هذه معجزة وهذه معجزة صار سيدنا علي يلبس التياب الغليظة الغليظة في الصيف ولا يجد الحر ويلبس السياب الرقيقة في الشتاء ولا يجد البرد لأن الرسول دعا له ليش هدي بيقبلوها وفي معجزة النبي مع أبي هريرة بأنه دعا له أن يحفظ ما يسمع منه لا يقبلونه بعدين بدي أقول لكم شغلة هول الكذابين هول الخبساء هول الدجالين اللي عم بيطعنوا فيه أبي هريرة ويقولوا كان بشين البصل يركب حديث وبشين يأكل أكل بني أمية ويعد على موائد أمراء بني أمية وكان يفنص ويكذب ويركب من عنده قولوا لهؤلاء الشياطين لو كان كما تزعمون فأين كان أبو بكر ليش سكت له أبو بكر مصار خليفة ليش تركوا بين الناس وأين كان عمر مصار خليفة عمر وأين عثمان إذا بدنا نستثني سيدنا علي على زعم الذين يطعنون فيه أبي هريرة طيب وين هول الصحابة الأجلاء كيف سكتوا له كيف تركوه بين الناس كيف تركوه في المجالس كيف تركوه يحدث كيف تركوه يحدث مرة أبو هريرة روى حديث واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال له انظر ما تحدث يا أبا هريرة هو عبنبه مش عم بشكك بصدقه هو يعتقده أنه صادقا من الصادقين لكن الصحابة حتى سيدنا عمر كان يقول له لبعض من يروي له الحديث عن الرسول من يشهد معك من يشهد لك ليعلم الأمة والناس أن لا يتجرأ يقول قال الرسول إلا بعد التثبت والتحقق مش بيكون سيدنا عمر عم بيطعم بصدق أبي موسى الأشعري حاشة ولا عبد الله بن عمر عم بيطعم في صدق أبي هريرة لا إنما أرادوا التثبت والتحقق شو بيعمل سيدنا أبو هريرة بيمسك إيده بيأخذ له إيده ويمشي به إلى أين إلى السيدة عائشة يقول لها يا أم المؤمنين ألا تشهدين أنك سمعت من رسول الله كذا وكذا فقالت عائشة بلى انظروا تصدق على ما قاله من أبو هريرة أبو هريرة اللي روى الحديث فإذن إذا كان أبو هريرة كذاب ودجال ومحتال وبشين بصل يقول عزعمن لعنط الله عليهم انتبه هذا كذب قال بشين المصاري مرة عند واحدة عن بيبيع بصل قال له من أين هذا البصل قال له هذا من عكة آه مركب له حديث بشين يأبضوا شوية مصاري قال عزعمن قال رسول الله من أكل بصل عكة فكأنما زار مكة ألا لعنط الله عليهم حاشا لأبي هريرة حاشا حاشا وكل شوفوا أدي مستويه متدن وضيع هذا من مستوى الصحابة الصحابة لا يتعمدون الكذب على الرسول لا يكذبون على الرسول فإذا ننظروا إلى سخافة هؤلاء الدجاجلة عم تطعنوا بأبي هريرة علي ليش سكت له إذا ما بتكون أبو بكر وعمر وعثمان بتقولوا كانوا يحبوا بعض ومع بعض طيب علي صار خليفة وكان أمير المؤمنين والسلطة والحكم بإيده ليش ترك أبو هريرة ليش سكت له فليجيبوا أم أنكم أحرص على الدين من علي أم أنكم أحرص على الدين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي كمين صار خليفة لماذا سكت لما أحبوه صدقوه وإتمنوه أمنوه قدموه في المجالس معناته هو صادق معناته ما بيكذب على الرسول فهول الشياطين والعفيريت جمعة الفضائيات ومواقع التواصل يلي مرة بيهجموا على أبي بكر مرة على عثمان مرة على علي مرة على عائشة مرة على أبي هريرة مرة على البخاري مرة على الشيفعي مرة على أبي حنيفة من ثلاثة سنين عملوا سبع حلقات بالفيسبوك في تكفير أبي حنيفة سبع حلقات أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين إمام حتى إن بعض العلماء بعض العلماء فسر فيه حديث لو كان العلم في السرية نجم السرية لو كان العلم في السرية لناله رجال من فارس فسروه بأبي حنيفة وبعضهم فسره بسلمان الفارسي أبو حنيفة يلي اتبع مذهب مئات مئات الآلاف من العلماء والسلاطين والسلاطين والأمراء والملوك وملايين البشر من المسلمين ملايين البشر جايين أنتوا تكفرو جايين أنتوا تقولوا عنه خرج من الإسلام وارتد وأباح شرب الخمر وأباح الخنزير وتقولون هو أبو جيفة وتقولون ضرب الله طاقا من نار على قبره وتقولون استتيبا وتقولون إنه كان يكذب على الإسلام وتقولون ما خلق الله أضر على الإسلام من أبي حنيفة هذا كله موجود بكتبهم كتيب طبعه عدة مرات بيسموه على زعمه السنة وهو البدع والضلالة مش كتيب السنة هيدا هذا ناسبينه كذبا وزورا وبهتانا للإمام أحمد بن حنبل من رواية ابن عبد الله يعني ألصقوه بعبد الله بن أحمد وفيه هذا الكلام على أبي حنيفة وإجا واحد منهم هلا بعصرنا هول الوهابية المشبهة المجسمة هن عم بيطبعوا الكتيب صاروا طابعين عدة مرات والعلماء طعنوا فيه وقالوا إسنادوه موضوع وليس له معتبار وفيه كلام سخيف وصاقط هن عم بيطبعوا ويروجولوا ويوزعوا إجا واحد منهم حملوا وعمل سبع حلقات بتكفير أبي حنيفة بالفيسبوك واليوتيوب وما شابه ردينا عليهم على المنابر وعملنا كتاب عملنا كتاب شو سميناه الأدلة المنيفة في نفي الكفر عن أبي حنيفة الكتاب طبع ووزع وبلغني في بعض البلاد أنه ترجم أيضا إذن نحن عم ندافع عن الدين وعن الرجال العظام الكبار الذين حموا الدين ونصروا الدين وخدموا الدين وأوصلوا الدين للناس وتعبوا وتحملوا لذلك إخواني لا تتأثروا إذا سمعتوا ناس واحد صوصهون واحد يعني شو بدي استعمل تعابير يعني كل هؤلاء لا تلتفتوا إليهم كل من يطعن في علماء ومرجعيات أهل السنة والجماعة ولو كان هو ينتسب نفسه للسنة عرفوا أنه دجال مثل هذا عدنان إبراهيم السنة منه براء ومثل هذا اللي بطريق جديد يحكي عن سيدنا عثمان وغيرهم وغيرهم هذول اللي عم بيطعنوا بالبخاري وبيقولوا عنه وضاع كذاب دجال بعضهم ينتسب للأزهر مصريين أزهريين الأزهر منهم بريء الأزهر ما هيك علمون الأزهر يعظم ويمدح هذا الإمام لكن هؤلاء هم دجاجلة هم شياطين ومثل هيدا الإعلامي السوري والإعلامي أو المرافع أو النائب أو القاضي المصري اللي عم بيقولوا عن صلاح الدين الأيوبي لعنط الله عليه هذا المصري أنا سمعت الفيديو تاعه عم بيقول صلاح الدين الأيوبي أحقر شخصية في التاريخ ليش يا حقير لأنه حافظ عبيت المقدس لأنه حفظ الأقصى كان بدك يكون عميل ومثل هيدا الإعلامي السوري كمان تاع الإبقاب والطربوش ها؟ هول الطرابيش الطرابيش الدجل اللي مرة بيمثل أبو عصام ومرة بيمثل أم عصام ومرة بالخمارات والبارات ومرة بأحضان الزانيات جاي أنت براسك القذر الطال سرمية صلاح الدين هذا الذي حفظ الدين والإسلام بطلتعشر دولة كانت تحت حكمه أمر أن تقرأ العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر ليسمعها الناس في بيوتهم وأمر بتحفيظها للصغار في الكتاب هذا صلاح الدين صلاح الدين الذي كان من شدة انشغاله بالغزوات ما تمكن أن يذهب إلى الحج في العام الذي قال هيئ لنا نذهب إلى الحج في ذلك العام مات لذلك قال شيخنا صلاح الدين يستحق أن يحج عنه ألف إنسان وشيخنا بعت ناس شيخنا بعت ناس أنا أعرفهم وأنا طلبت من حجاج كانوا حج عن أنفسهم في أعوام سابقة طلبت منهم وشيخنا طلب من بعضهم أن يحج عن صلاح الدين الأيوبي ألف إنسان لو حج عن صلاح الدين يستحق ويستأهل ذلك رحمه الله رحمة واسعة هل أهل القزارة والحقارة بدني طال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وأبو هريرة والبخاري وصلاح الدين تمسكوا بمحبة الأولياء والصالحين والصحابة والآل قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار انتبهوا لاحظوا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على النبي